اشتركوا في القناة هادو قدمو كي شفت الولاد لابسينا دي كلاتيونيو بارات فكرت روحي هنا كنت لابسة بارة وهزا السلاح هزا ناف ميليماتر الفرحة هادية راهوا ليفرح بيها الشعب الشعب اللي كان مغبول الشعب اللي كان حتى العلام بتاع وميه الزوج وخمسة شبية خرجت مراء وراجل حتى المراء اللي زيدت خرجت خرجت دعلي خطر هذك النهار للعلام تهز حرية الاستقلال كانت له نشوة خاصة بالنسبة لمن حمل السلاح دفعا عن الوطن كل المعاناة والقهر وأساليب التعذيب التي انتهجها العدو زالت في لحظة أعلن فيها تحرر الجزائر ورفعت فيها الراية الوطنية نحن على كل حالة وشنا بوجه بمتعنا الله سبحانه وتعالى عاننا لأن المثل الاستقلال ما يجي شاكلك بسهولة شجرة الاستقلال تسقى بالدم ولكن دم هذا اللي راح المثل والحمد لله حضرنا الاستقلال وعاننا ربي سبحانه وتعالى انتصرنا على فرنسيا يوم الاستقلال كان قناعة لكل مؤمن بالقضية الوطنية فلشكر ودى من حمل السلاح دفعا عن الوطن لحظة النصر كانت عقيدة راسخة لجيل الثورة لم أسمع ولم أشاهد ولم أرى شخص أو فرد من أفراد جيش تحرير من الأفراد المسبلين وفدائيين اللي مجندين مع الثورة نساء ورجال كان يكذب أو كان يشك بين الاستقلال من الجيش مستحيل بالنسبة للإستقلال هي فرحة كبيرة لا يمكن أن توصف بالكلام فيها صور على كل حال اللي تصور أحسن تصوير شيء آخر مقابل الفرحة بطبيعة الحال هناك أساء هناك حزن هناك غبن وهذاك الغبن وهذاك الأساء سببه وش يعود إلى ماذا؟ يعود إلى حاجتين الحاجة الأولى أنه فيه أرامل فيه نساء فيه يتامة كثيرين اللي الدموع ما زال ما مسحوش من عينيهم النقطة الثانية هو أنه جاي الاستقلال وجاي مرحلة أخرى بتعبينة والتشهيل للوطن بناء الوطن كيف يمكن أنك تتطلع بهذه المهمة بتعبينة كنت معنى كوان تسع وخمسون سنة تمر عن استقلال الجزائر المناسبة تخلد تضحيات من قدموا أنفسهم في ميدان الشرف لتبقى مسؤولية وحدة الوطن وبنائه على عاتق الأجيال المتعاقبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة